بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدي مشاهداتي قناة الحوار الجزائرية أهلا بكم وسهلا رح نبدأ معكم إن شاء الله سلسلة حوارية سلسلة موضوعاتية سلسلة إن شاء الله تكون هادفة مع قناة الحوار ربما تبثه إن شاء الله في شهر رمضان المبارك بعد استشارة واستخارة مع بعض الزمناء الإعلاميين اقترحت أن يكون عنوان هذه الحلقات وهو جسور السلام علش جسور السلام؟ لماذا جسور السلام؟ أعتقد ما يعيشه العالم ما تعيشه منطقة ما تعيشه الجزائر بحاجة إلى هذه الجسور وبحاجة إلى هذا السلام لا نصنع السلام إلا بجسور إليه هذه الجسور هي تلكم الروابط التقافية تلكم الروابط الفكرية لتؤسس إلى هذا المطلق إلى هذه القيمة الحضارية المتمثلة في السلام كيف لا وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى كيف لا وهو باب من أبواب الجنة كيف لا وهو تحية أهل الإيمان وتحية جميع الأنبياء والمرسلين وهو كلمة السلام بكل لغات العالم إذن فهذه الجسور يصنعها تصنعها النخبة الفكرية تصنعها التقافات التي ينبغي أن تكون تعيش التنوع لا تعيش التضاد وهذه هي الفكرة علش جسور السلام أنا حبيت في هذه الحلقة الأولى أنني أتكلم على قيمة مطلقة وعلى قيمة حضارية وعلى قيمة إنسانية لظلغ أمام وهو الحوار لماذا الحوار؟ ما هي قيمته في الإسلام؟ نحن كمجتمع في الجزائر كمجتمع مسلم نؤمن بهذه القيمة الحضارية قيمة الحوار وهو قيمة حضارية قيمة إنسانية لا بد أن تكون في ثقافة الإنسان الجزائري الحوار في الأسرة الحوار في المدرسة الحوار في كل مؤسسات المجتمع الجزائري الحوار داخل المجتمع المدني لماذا؟ لأن بهذه القيمة المطلقة للحوار تصنع مجتمع راقي تصنع مجتمع هادف لماذا؟ حينما لا نستمع للآخر حينما لا نصارح بعضنا بعض حينما لا نتحاور ماذا؟ نقع في الصدام ونقع في هذه الأزامات ربما تكون مجانية سيدكارت بلونش نعطوها للآخر ونحن في غينا عنها لذلك فقيمة الحوار في الإسلام هي قيمة مطلقة أخي المشاهد أختي المشاهدة الله عز وجل يضرب الأمثلة في كتابه الكريم سنة النبي عليه الصلاة والسلام حافلة حافلة بالمشاهد النبوية حافلة بالمشاهد النورانية التي تؤسس لثقافة الحوار يكفي أن الله عز وجل في كتابه الكريم أنه قال عن امرأة أنه سمع حوارها وسمع مجادلتها للنبي عليه الصلاة والسلام إذن أخواتي الحوار هو قيمة حضارية قيمة مطلقة علشه نقول لكم بالحوار لابد أن يكون ثقافة في المجتمع الجزائري ما لازمش تحقر الآخر لازم تستمع إليه لابد هذه ثقافة تؤسس خاصة في المؤسسات الثقافية في المؤسسات الترباوية ينبغي هذه الثقافة تبدأ بالأسرة على الزوج على الزوجة على الأم على الأبي أن تؤسس لهذه الثقافة التي لابد أن تكون في البيت وقع مشكلة في البيت وقعت مشكلة في البيت لابد لا نصير مباشرة إلى عقاب الإبن أو البنت الولد أو البنت لابد أن نستمع ماذا؟ وتنصت إلى الإبن والبنت وتؤسس لهذه الثقافة داخل الأسرة لما ينبغي أن تكون أرحام تدفع وأرض تبلع أن تجتمع الوالد والوالدة في الأسرة على طاولة العشاء أو الغداء فيناقش موضوع معين متعلق بالأسرة ماذا يجري في المدرسة؟ ماذا يجري في المؤسسات الترباوية؟ تستمع ماذا قال الأستاذ؟ لابد أن تعلم ابنك وتعلم ولدك أن يتكلم أن يعبر وأن يحكي ما جرى في المؤسسات لماذا؟ فكل المشاكل التي تقع للأبناء والبنات في المجتمع أو داخل المؤسسات الترباوية أو المؤسسة التقافية ناجمة عن عدم التعبير والكنام فلابد هذه الثقافة أن تؤسس لماذا؟ أيها الزوج وأيتها الزوجة أن تدخل دورة تدريبية دورة تكوينية تؤسس لهذه الثقافة أهم شيء كذلك وهذه من تجربتي في الحياة وأنا كنت يعني مترأس لعديد جمعية أولياء التلاميذ وكنا أحيانا نستعين بخبارات نفسانيين كنا نرافق المؤسسات الترباوية خاصة جوي بازبيان وركزوا على المؤسسات الابتدائية بل حتى أقبل من ذلك الويبلي سكولار حتى في الروضات لا بد على المساعد التربوي أو المربية أن تستمع للطفل وخليه يعبر عن ما في محتوى بهذه القيمة بقيمة الحوار نؤسس لهذا النشأ ونؤسس لهذا الفكر المستنير فكل وعندنا أمثلة رائعة جدا أمثلة رائعة جدا في التاريخ الإسلامي كيف أسس لهذا الحوار قادر أن نذهب إلى أبعد من ذلك تعلمون جيدا القصة التي وقعت في خروج آدم عليه السلام من الجنة كيف أن الله عز وجل أوقع ذلك الحوار ما بين إبليس حينما خطبه وأمره أن يجد لآدم وإبليس يعني أبى أن يجد ولن يستسيغ الأمر بالسجود قال كيف أجد لمن هو مهين يعني خلقته من طين وأنا من نار ساموم لكن العبرة ليس في الإباء والاستكبار لكن في العبرة أن الحوار قد وقع وقع في ظرف معين في صورة معينة فهذا كله رسائل يبعثها الله عز وجل في كتابه الكريم وفي كل الكتب السماوية تؤسس إلى هذا النقاش النبي وهو الذي عصم من الزلال وعصم من الخطأ وربي قاله والله عاصمك ويعصمك من الناس كان يستمع إلى أدنى مرأة في الطريق وأدنى مرأة حينما يسير في شوارع المدينة النبوية الشريفة يستمع وينصت بل في قرارات حاسمة جدا كان يستشير ويسمع للآخر لذلك أنا أعتقد في مجتمعاتنا التي عانت ما عانت أننا نعيش أزمة حوار وأزمة عدم سماع الآخر نؤسس لهذه الثقافة داخل البيت الأسرة على الأبي على الولد سيفريح نحن الجزائريين ممكن فينا طبع هذا الخشن والغليظ ربما تشوف أنت نفسك أنك حينما تسمع إلى ولد صغير ولا تسمع إلى زوجة ديانك ترى أنها انتقاص من تلك الرجولة ومن تلك القوامة لا أبدا بالعكس هذا يزيدك ثراء ويزيدك عمقا ويزيدك أنك هذه قيمة أنك تؤسس أنك تنمي وتربي هذا النشأ أن ما نروح أبعد من ذلك حينما أتكلم على قيمة دائما أضرب مثال بشيء مقدس متمثل في شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما وقع ذلك النقاش مع تلك المرأة التي جاجلته والله أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة كل هذه رسائل نبعثها إلى الآخر لذلك إشكالنا ليس في هذا المقدس إنما في فهمه وكيف نترجمه فالحوار قيمة مطلقة لا بد أن تؤسسها في المدرسة في الأسرة أن نشيع هذه الثقافة أن نسمع للآخر لماذا؟ لأن الحوار يؤسس أنك لا تملك الحقيقة المطلقة لماذا حقيقة المطلقة؟ هذه لا فيغيتي أبصولي غير موجودة أبدا بل حقيقة المطلقة لا تكون إلا في هذا المجموع إلا في هذا الشامل الذي يبد أن يكون أعود مرة أخرى إلى وأذكر بالعنوان أننا الحوار قيمة مطلقة في الإسلام وفي كل الديانة السماوية لا بد أن يكون ثقافة عند المجتمع الجزائري نؤسس لها في البيت نؤسس لها في المدرسة نؤسس لها في كل النوادي استمع من الآخر مهما على كعبك تحمل درجات العليا من الشهادات الجامعية لكن استمع للآخر فإن الآخر يملك من الحقيقة التي قد لا تملكها ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته